شهدت محافظة قنى البدء في حفر مجمع خدمات للمواطنين بقرية أبو منع غرب على مساحة 688 متراً فضلاً عن أعمال تطوير لوحدات صحية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما يتم استكمال أعمال تبطين طرعة الشرقي بمركز أبو تشت والإنشاءات الخاصة بالمجمع الخدمي بأحدى الوحدات المحلية في المنطقة في حين يرافق ذلك استمرار أعمال الصرف الصحية في جزيرة العبل مركز الوقف واستكمال الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المرشدة مركز الوقف